اسمحوا لي أن أرحب بضيفي في الأستوديو المخرج الفلسطيني المعروف بشار النجار أهلا ومرحبا بك معنا بشار إلى بيت للكل وكل عام وأنت بخير أبناء شعبنا بخير وأمتنا العربية والإسلامية كذلك إن شاء الله يكونوا الجميع بألف خير هذا عام استثنائي عام فيه من الصعوبات شيء الكثير حرب مستمر العدوان مستمر الشهداء بألالاف والجرح الأوضاع الإسلامية الصعبة بالتالي فرضت علينا متغيرات كثيرة على كل أصعود منها ما نقدمه لمشاهدنا الفلسطيني بدرجة الأولى وكذلك لمشاهدنا العربي في رمضان غابت الدراما بديت الرسالة لك أنت وكنت حاضرا معنا العام الماضي في عمل كبير حارة اليسمين هو بطبيعة الحال القطاع الفني والدراما والسينما يعني لا ينفصل عن القطاعات المجتمعية والحياتية الفلسطينية الموجودة ولكن الشاشة هي مرآة للواقع صحيح وإذا كان واقعنا مش بخير أكيد شاشتنا مش بخير ومضموننا مش بخير لأنه بدك النفسية اللي تعملها هذا المضمون أو تقدم هذا المحتوى هو بطاق بالأصل إحنا كمان يعني صابرين وصامدين ولازم نحكي عن اللي بنشوفه واللي بنعانيه واللي بنمر فيه بس بتظل الغصة موجودة وهي الغصة أنا ما بحب أصدرها أنا بحب أصدر الوجه الآخر للشعب الفلسطيني اللي هو صموده وصبره وتحدي طبعا لا بناشي إحنا نتناقض مع أنفسنا بس برجع وبحكي لابد من نقل الصورة الفلسطينية وتقديم قضيتنا للمجتمع العربي تدعيم الوعي عند المواطن العربي وخلق الروح المعنوي العالي عند الفلسطيني كمان إن شاء الله أنه تعدى الأيام على خير إن شاء الله لطالما صبرنا الأمل كما أشرت وصورة الصمود والمقاومة عبر شاشة تلفزيون فلسطين إلى العالم أجمع ولكن مرة أخرى العام هذا مختلف وأنت كنت خلال الأشهر الماضية في طور الإعداد لعمل ولكن قد تمكن أو لا نتمكن من عرضه خلال هذا الشهر الفضيل يمكن أن يعرض في فترة لاحقة وهو يوثق عمليا هذا العمل أحداث الجارية وما يحدث في فلسطين في هذه الفترة صحيح يعني هم نرجع لنقطة أن الشاشة مرآة للواقع صح فدائما أول شيء يعني صراحة تلفزيون فلسطين شاشة إلها نكيتها في رمضان وأنا هذا الحكي بحكي عن تجربة من الجمهور اللي بتابع أعمالي اللي تعرض دائما ودائما أعمالنا تأخذ الزخم تباحة بعد بث على قناتنا يعني على قناة تلفزيون فلسطين صحيح أنه هاي الثانية شوية هاي النكهة مكسورة طبعا بسبب الظروف اللي مارن فيها واضح شيء بحزننا وبعلمنا منحاول دائما نقرب للناس من خلال مضمونك اللي انت بتقدمه في الدراما إذا ما بدأت يجتعي تلامس المشاهد وتحسسوا أنه أنت بتحكي وجعه واقعه قريب منه فليش هاي الدراما لهيك الدراما كل ما كانت قريبة من الناس نجحت نزيف التراب مسلسل حبينا عن جدي يعني نخلق فيه حالة من الانتصار النفسي للمجتمع الفلسطيني ونعزق ونقدم فيه اللي هي نقاط سواء الصمود ونقاط المعاناة نقاط يعني تفاصيل المعاناة اللي بتمر فيها مجتمعنا الفلسطيني وقضيتنا الفلسطينية بعيدا عن الأخبار بعيدا عن النيوز بعيدا عن الانتصار عن السوشال ميديا المسلسل بأي تجاه تها باتجاه الأنسنة أكثر طبعا مشاعر احنا يعني أنا ما بحب العسكرة في الدراما حتى وإن كانت يعني موجودة بالحياة بس أنه أنت بدك تعطي صورة أخرى لفلسطينيتك مش 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 موجودة مغيبة هي موجودة في الحقيقة بس هي مغيبة في الشاشات أو في الدراما أو الآخرين كمان لأنه نحنا يا مثلا أنا ابن قرية فيه تفاصيل مهما قدمها الإعلام بظلها منقوصة فتحاول تجسدها في نشرة الأخبار مهما آطت مساحة للحدث تلاقي شيء بظل فيه تفاصيل ضائعة هذه بتودلها إما الأفلام الوثائقية أو إما الدراما تكون كمان كفيلة بشيل هذا الحدث وتقديمه للناس ولما بتحس الناس لما بتحس أنك أنت بتحكي واقعها بتتمسك فيك وبتمشي وراك فنزيف التراب أنا أظن أنه نجح في هاي النقطة تماما لأنه صفة ديكو دراما دراما مع توثيق تيجي تعيد تجسيد حدث معين صار أنا في مشهد أحكي لك كثير لفتني اقتحم الجيش مدرسي في مشهد صار في بيت لحم أظن في مقيمة ديشي والجنود بنسحبه والناس تقدم باتجاههم إذا تذكر هذا المشهد معروف في الإعلام حاولنا نعمل زيه بصراحة كان إلو إلو وقعه في المشاهد حتى حسينا فيه ونصور فيه جميل جميل إذا نزيف تراب توقف مع كل هذه القضايا اللي بنعيشها في المرحلة الحالية وعملية خلال الأشهر الماضية إذا ما سألتك بشار ما المطلوب من الإخوة الفنانين الكوميديا العربية بشكل عام إذا ما يحدث في فلسطين في هذه الفترة في إطار توثيق كل هذه المعطيات وهذه الجرائم ومعنات المواطنين الفلسطينيين المجازر التي ترتكب بحق أهلنا في المحافظات الشنوبية كل هذه التفاصيل بحاجة إلى أن نوثقها بحاجة إلى أن كما عرضت مثلا التغريبة الفلسطينية سابقا ووثقت مرحلة هامة من تاريخ الشعب الفلسطيني اليوم المعطيات أكبر وبحاجة أيضا إلى أعمال كبيرة ويكون أيضا فيها نوع من الشراكة الحقيقية والله أنا أحكي لك أنا عندي ما أخذ على الإنتاج العربي بشكل عام أنه يغيب الوسط الفلسطيني في صناعة الشيء يعني أنت بتقدر تطلب مجموعة ممثلين مجموعة منتجين مجموعة تقنيين ومخرجين كمان وعندنا القدرة على هذا ليش المأخذ؟ لأنه دائما تصنع أعمال فلسطينية لما نحن نشوفها نحن كفلسطينيين نحس فيها نقص من الزوايا اللي مش عايشها الواحد في فلسطين فأنت بحتاج لحد يجسدها يعطيها حقيقة أكثر موضوعية أعلى فمثل ما إحنا مثلا يعني دائما إحنا بنحكيها في الإعلام نطمح في الدراما الفلسطينية لرفع مستوى الدراما عندنا من خلال كيف مشاركة نجوم عرب في أعمالنا طب ليش ما بصير العكس المبادرة بعدين الأعمال لما بدأت تعمل عليها فوكس أكثر هذا بدأت مجهود كمان من الفنانين العرب إحنا بنحاول في كل مهرجاناتنا مهرجانات تحديث عن الدول العربية وغيره كثير من المهرجانات اللي بنشارك فيها نحاول دائما نمت جسور العلاقات والربط بينه وبين شركات الإنتاج العربية أو المنتجين أو حتى الممثلين هذا الحمد لله فيه له بصمي بس كيف بظل زي منقوص بدأت الطرف الآخر كمان يوسع دائرته معك في ظل تقدم الدراما إحنا الدراما تقدمت أنا أول مرة دخلت التليزيون فلسطين كنت أعمل مسلسلات عن جد تطلق عليها إنتاج محلي حاليا الكواليتي التي تقدم والمستوى الذي يقدم مع تراكم التجارب والخبرات صار عندك مستوى يوازي وينافس عربيا وعلى ذكر العربية مرة أخرى موضوع الشراكة اللي أنا حكيت فيه أنه عمل عربي كبير موسع في شراكة حقيقية يوثق كل ما يحدث في فلسطين في هذه الفترة نحن بحاجة إلى استثمار كمان العلاقات يعني اللي حضرتك وإخوانا كمان المخرجين اللي بيشتغلوا في موضوع الدراما وغيرها أنه يعملوا حالة تشبيك هذه مع الدول الأقطار العربية ونخرج بشيء جماعي للفكرة الفلسطينية للمعاناة الفلسطينية للأرض الفلسطينية هو أستاذ خميس في طبيعة الحال إحنا كفلسطينيين أهل فلسطين مع العرب كل الدول العربية مرتبطين تاريخيا ومرتبطين بالوحدة والدم والدين وإلى آخره فما بالك أنه إحنا كمان يعني نيجي نعمل شيء فني عن جدي خليط عربي موجود فيه القضية الفلسطينية بالطريق اللي أنت تفضلت فيها شراكي يعرف في نزيف التراب حاولنا نسلطيك بعض الإضاءات على بعض الأشياء التفاصيل العربية المربوطة في فلسطين فمثلا أخذنا طلاب المدرسة في المسلسل على زيارة لمقبرة الجيش العراقي رحنا مثلا حكينا عن امرأة أردنية متزوجة في فلسطين حكينا عن شاب فلسطيني مغترب في الكويت حكينا عن منحة المملكة العربية السعودية اللي بقدموها لأهالي الشهداء منحة الحج حاولنا نربط كل هذه الأحداث في مجريات الحياة وهي لا تنسلخ عن واقعنا احنا كل سنة بنعمل فعاليات في مقبرة الجيش العراقي في عندنا مقبرة شهداء الجيش الأردني في عندك اللي مكرمة لألف حاج كل سنة بتيجي مكرمة سعودية فهذا الشيء احنا ننقله بموضوعية واقعية فتخيل اللي بيجي يتكرس ويتكلل بعمل مشترك درامي بحبكي وقصة وربط ربط تاريخي وآني يعني لكل ما عاشت القضية الفلسطينية خلينا نسميها في رحاب الوطن العربي هذا بنعمل فيه طريقة جميلة بيطلع عمل قبل من اختم رسالتك عبر برنامج بيت للكل لجمهورنا العربي ونحن نساعد جميعا لاستقبال شهر رمضان المبارك بهذه الظروف الاستثنائية هذه الظروف الصعبة وظروف الحرب والفقد الكبير والمجازر والتشريد والنزوح والتجويع وتعطي شو سمي أيضا القائمة التغل أنا دائما يعني رسالتي لكل المؤثرين في السوشال ميديا وكل الفنانين والنجوم العرب أنه كلما صدرنا القضية الفلسطينية عالميا هذا الشيء بخدم قضيتنا ما بدنا نظل ندور في دائرة إعلام مغلق بمعنى أنه إعلامك لا إلك إعلامك لا أخوك العربي لا كلما توسح هذا الشيء مدى وكلما ساعدنا في نقل الصورة الفلسطينية الكاملة هذا الشيء أكيد رح يعزز قضيتنا عربيا وعالميا وإن شاء الله الفرج قريب لفلسطين والقضية الفلسطينية بسواعدها بسواعد رجالها بكل القطاعات وإن شاء الله ربنا يفرج عن أهلنا في غزة ويرحم شهدائها وربنا يكون لهم معين يعني غزة جرح كبير في صدر الوطن أشكرك جزيل الشكر المخرج الفلسطيني بشار نجار على المشاركة معنا في هذه الحلقة من بيت للكل ونحن نستعد جميعا لإستقبال شهر رمضان المبارك شكرا جزيلا لك ولمشاهدين في الدول العربية كل عام وأنتم جميعا بألف خير وإن شاء الله فلسطين وأهل فلسطين بألف خير ونتمنى أن تتوقف هذه الحرب ضد أبناء شعبنا وأن توقف هذه المجازر وحرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال عليهم إن شاء الله يكون عام أو شهر فيه من الأمن وفيه من السلام وفيه من الراحة والتعب من هذه الحرب شيء الكثير وجميعا نتخطى هذه الأيام الصعب كل عام والجميع إن شاء الله بألف خير